الطاقات اللي عم تواجهك هذا الشهر يا برج الاسد ميزان جوزاء طاقات نارية طاقات هوائية ممكن مائية شوي عم بشوفك في النصف الاول من الشهر عم تكون محمل كتير بالمسئوليات ممكن في العمل عم بتتحمل او بالحياة الاجتماعية العادية عم تتحمل كتير كتير مسئوليات امور كتير حاطتها حمول فوق ظهرك عم تتطلع وتفكر بموضوع معين عم بشكلك كتير يعني زي ما قلتلك حمول حاسس انه حمول الدنيا كلاتها على ظهرك بسبب هذا الموضوع عم تتطلع عليه وكأنه خلص راح من ايدك او فرصة رحت عليك عم بتفكر طول الوقت باول اسبوعين خلينا نقول بهذا الموضوع عم بشوف فيه سفر لكتير من الناس من برج الاسد او للناس اللي مقدمة فعلا على عمل او على هجرة عم بشوف فيه سفر فيه سفر بعيد كمان مش قريب او هي محاولة منك للابتعاد عم بشوف فيه شخص يا برج الاسد ممكن يكون ناري زيك هذا الشخص عم بيرائبك بطريقة فضيعة ممكن عفكرة يكون كمان هوائي هذا الشخص بيحبك كتير انت بتحبه كتير كتير شوف انا عم بشوف انت بترائبه كتير وهو عم بيرائبك كتير ولكن انت متخوف جدا من هذا الشخص من بعد يمكن الظلم الحقه فيك من بعد موضوع معين سبب لك قلم كبير من هذا الشخص عم بتكون متخوف عم بتراقب بالنبعيد اوكي فيه حب كبير اوكي لكن عم بتكون متخوف جدا من هذا الشخص ولكن انا شايف الحب بينتصر في النهاية على فكرة ممكن يكون حب في العمل الماس اللي بيشتغلوا ممكن يكون هذا حب في العمل عم بتكون علاقة فعلا جدية وعم بيكون فعلا حب حقيقي فيعني وراء حلو طلعلك هي مع انه ما فتحنا على العطفة احنا فتحنا بشكل عام ولكن شايفيتك شايفيتك في محكمة شايفيتك ما بعرف عم تدافع عن حالك هذا الموضوع رح يصير على خير فيه فيه مساءلات قانونية او اوراق قانونية فيه محكمة فيه ناس بتستنى طلاء ممكن تحصل على الطلاء او فيه ناس فعلا فيه مشروع الطلاء عم تحصل على حقوقها الاولاد عم يكون معاكم يعني فيه حقوق معينة مادية ومعنوية رح تحصلوا عليها في هاي المحكمة لكن المحكمة ظهرت اكتر من مرة فيه عندكم امور قانونية معلقة لها فترة ورح تنتهي على خير في هاي الفترة رح يصير فيه دستس ورح تاخدوه اللي هو حقكم خلينا نقول تبدو من بعدها بداية جديدة مع الحب الحقيقي اللي قلت لكم عنه ففيه التقاء مع شخص فيه عزيز عليكم فيه بداية جديدة للكم من بعد ساعة ليمكن من بعد فراء من بعد امور سلبية صارت انظلمت فيها الحق رح يرجع لك بعدين رح تلتأو وكأنه اذا انت انظلمت في الطرف الآخر رح اول شي تاخد منه حقك بعدين تبدو بداية جديدة او تبدو بداية جديدة مع الحب الحقيقي تبعك ولكن هذا شخص موجود يعني موجود في حياتك له فترة طويلة مش شخص جديد او معجب او خلينا نقول لا شايف بالنسبة للعزاب فيه ممكن يكون شخص معجب من برج مائي على الاغلب او ناري ولكن هذا الشخص نكون شوي حذرين لانه شايف عنده علاقات شايف فيه عنده امور ضبابية نكون اذا في منكم حابب انه يدخل علاقة هاي الفترة او يعني يكون حذر هاي الفترة لانه برج الاسد هاي الفترة ممكن تتعرضوا لناس اما نصب اما بالعلاقات العاطفية ممكن يكونوا يعني لعوب شخص لعوب فبس ننتبه لهذا الموضوع ولكن شايف فيه عندك عدالة فيه موضوع كنت استناء لك فترة طويلة رح تحصل عليه في هاي الفترة شايف سفر اما للعمل او للهجرة فيه شخص كبير بالسن واعدكم في عمل معين في فرصة عمل عم بشوفوا بيساعدكم فعلا وعم بيشتغل في الموضوع هذا الشخص واصل هذا الشخص مسؤول فعلا عم بي يعني بيرتبلكم الامور وعم بيساعدكم ايد بايد مع بعض ممكن تكون احد افراد الاسرة عنده طاقة سلبية معينة هاي الطاقة السلبية عم بتأثر على البيت كله يمكن او هو بالذات عم بيكون حتى مش بس تعبان نفسيا عم بيكون الطاقة السلبية مسيطرة عليه طبعا انا بحكي طاقة سلبية يعني ممكن تكون حسد عين سحر اي شي ولكن هادا شخص من افراد عائلتكم عم بتعرض او شو ممكن يكون الشريك اه عم بتعرض لهاي الطاقة السلبية ولكن هاي الطاقة السلبية عم توصلك حتى انت وانت عم تتأثر فيها فندير بالنا من هذا الموضوع نشوف العاطفة بشكل سريع مقتصر لبرج الاسد شهر اكتوبر الناس المنفصلين خلينا نبلش حباك دي المنفصلين لانه مكتار ممكن اغلب اللي بيشاهدوا القناة منفصلين بالنسبة للمنفصلين حبايبي خاصة اذا كان الشريك منطاقة نارية او ترابية او مائية فهو حيرجع هذا الشهر ولكن رجع خلينا نقول مش صافية كتير من ناحيتك انت انت رح تقبل شايفيتك انتو تسنين مقبلين على بعض بخطوات بطيئة لا هو راجع يعني بيعاصف راجع بخلينا نقول بمشاكل رح كتير تتعاركه او يمكن تفتحه مواضيع قديمة ترجع وتزعله مع بعض ولكن في رجوع هذا الشهر في رجوع من الطرف الاخر ممكن يكون القراءات عكسية ممكن تكون حبايبي قراءة عامة شايفي من بعد ما تتير هاي المناوشات او هاي الامور من بعد الرجوع شايفي الامور رح تصفى بيناتكم خاصة اذا كنتو كمان متزوجين لانه شايفي هون طاقة متزوجين رح تصفى الامور رح يصير فيه صلح للناس المطلقين فيه فرصة كبيرة لانه يصير فيه حكي لانه لازمكم حكي يعني الطاقة اللي شايفيتها قدامي انه تنين كان فيه بناتهم كتير مشاكل اللي هو حكي كتير طالع نازل فيه حكي جارح كان في الموضوع فوقت ما يصير الرجوع انا شايفه برضو رح تصير فيه مناكفات اللي اخذ وعاطة كتير عبين ما تروء الامور وتصير مثل هيك برضو شايفيتك بهذا الموضوع يا أسد عم تاخد حقك عم يوصلك حقك لحد عندك وعم تتحقق العدالة شايفي هذا الموضوع جدي مش موضوع يعني علاقة مؤقتة او كذا شايف الموضوع مستمر معاكم او الحب والعطاء رح يكون في العلاقة مستمر اكتر يعني اكتر من كرتين او ثلاث فيهم استمرارية في العلاقة مش مش علاقة مؤقتة خلينا نحكي نشبل الاشخاص العزاب او المطلقين او الارامل فيه فرصة حلوة هاي الفترة شايفي الطاقة عم تنتد شوي لنوفمبر فيه ممكن ان يكون زواج ولكن زواج تقليدي شايفيتك انت ما بتحب التقليدي شايفيتك بتحب شوي ان يكون فيه تعارف او فيه قبل الزواج ولكن شايفي فيه فرصة زواج تقليدي نوعا ما من شخص متقارب معاكم شخص بتعرفوه لكن ما يعني ما يعني ما تهيئ لكم انه هاد الشخص رح يتقدم او كذا شخص انتو بتعرفوه يمكن صديق يمكن من صداقة تتحول لزواج او لعرض للزواج هاد الشخص ممكن تكون طاقة نارية او ترابية اذا ورق بالمجمل خلو خلنشوف تحذير او ممكن ما يكون تحذير ما ما يعني بس وهذا الورق ورق تحذير لشهر اشهر شكرا